ويليح عليها ويبقى سناريو لكن الأخطر منه أنه حتى مش عايزك تهنأ بصمعتك اللي اعترف بيها العالم كله أنت النادي اللي ما بيفرقش معاه المبدأ قبل النتيجة أهم عنده من أي حاجة والتاريخ يوم كذا حصل كذا من أول حسين حجازي لحد النهاردة فييجي عايز هاب فيه مشكلته في انتقال كهرباء مرة زي ما يكون كهرباء مولود في الزمالك مش ابن الأهلي أصلا وزي ما يكون كهرباء كان بيعمل في نادي الزمالك وبيعمل في الأهلي طب ما تطلعوش الناس يطلع لكوا الصور والكلام وما تخلوش الناس يطلع لكوا أمثلة حتطلعوا خسرانين منها مؤكد يا عبر يا قديم يا كل واحد لكن أن يتحور الأمر كانوا سيناريو موزع على أقطاب الإعلام الزمالكوية اللي تقال هنا الناس للوقورة اللي كنا بنقول بس مهنيين السنة دي لا مش نويين يكملوا في سكة المهنية وتخش هنا وتطلع له هنا نفس الكلام هو مبدأ إيه ده اللي بتاع مام عشور أنه يشتم رموز الأهلي ويروح ياخدوه ولما حد يقول هو عندي لو شتم هيتعامر مع معايير مختلفة لأن النادي الأهلي مختلف يقول لك يعني يا مختلف أنت تقصد تقول إيه بطلت ليه هو النادي الأهلي مختلف لو مش مختلف أنت اللي كنت بتقوله كده ما تشوف ميدو كان بيقول إيه وغير ميدو كل الناس لما لقلي يكسب يقول لك عشان النادي الأهلي مختلف مختلف بإيه بسيستمه بإنه ما فيش لعيب أقوى من النادي بيتطبع للمعايير ولما نقول لك اللعب لما يكون عندك أنا مليش دعوة بيه وإذا اعتذر لي حقبا اعتذره لكن وهو عندي حتى لو غلط فيك أنت أنا ححاسبه وده اللي بيحصل يطلع لك واحد يقول لك دي مبادئ الأهلي أيها دي مبادئ الأهلي ما لدي تبقى إيه لعيب غلط وخد مليون جنيه غرامة لا هم عايزين وإيقافوا وإنه ينزل يتمرن لوحده في لعيب كل مصر عمالة تقول عليه أفضل لعيب في مصر وهنا عايز أتوقف شوية لإن يا جماعة إحنا عمالين نبالغ في كل حاجة اللعيب كويس نحوله بسرعة دون أن يمزل الجهد الحقيقي إلى أنه ميت لمسي واللعيب المجتهد إذا غلط نقرص عليه فإنه يفاجئنا باجتهاد وانتزامه لما يرجع ويبقى من العناصر الأساسية نبتدي نحس بالندم ونقول ليه ما قفناش معاه الموضوع لازم يكون فيه نوع من الهدوء وإنه سيبه تقييم اللاعب للإدارة ما تكلفش عنه من حاجة تقول ده بيعجيبني ده معداء طبع وضع طبيعي كرة القدم للراغ والتسلية والجدال والناس تقول لك ده واعمل وملعبتش ليه وغيرت كده ليه ده حقك لكن أنت يتحاول هذا الحق في الحوار إيه لحق فإنك إذا ما عتعملش كده يبقى فيه خلل في الإدارة لا وإلا الإدارة هتعمل سيفتاق على كل قرار تأخذه النهار ده بذكاء شديد جدا السيناريو اللي بيتكرر بها دلوقت هو أمام عشور لا ما ينفعش طب ما تسبوه ما تسبوه مش ما تسبوه ده أنتو لازم أن تسبوه اعرضوا للبيع اعرضوا للبيع انت هتمليني القرار انت هتبتزيني بمبادئ كل ما نقول كلمة الناس اطلعت تنهش فينا عشان يهزوا أي حد اخبط في الأهل وفي إعلامه وفي رموزه وفي قياداته عشان يتهز محدش بيتهزي يا اخواننا لأن احنا الحمد لله امشي عيد الاحترار عدوك فيه وإلا الواحد ما يكملش السنين دي واخد بالك وتقييمنا عند الناس موجود مش هتعرف تغيره انت بتتمنى انك تشوف حد مشوه في الناد الآن طيب هو من المبادئ ان المكان ما يحصلش فيه غلط من قال الكلام ده ده مش جنة ده مش يوتيوبية انما المكان فيه ناس بيقعدها نظام وسيستم الغلط بيحاسب والصح بيكافأ بمعايير سابتة فانا وارد ان يحصل عندي غلط المبادئ اهدرها لو انا ما حسبتش المخطئ مش يوم ما حاسبه تقولها اهو غلط عندك دي مبادئ دي ما تعرضه للبيع وانت عايش ناخد القرار اللي على مزاجك يعني او انت انت هتقرر ليه لا هو عايز كده عشان يقولك اخده ومنفعش عنده ما هو ناجع ما اخدتوش ليه حد ضربك على ضافرك ومس كلام فارغ وكباري ومش كباري يا عمي لا والله صدقني المسألة زي ما بكل مرة اقعنف او اعتى المنتمين او الخصوم ساعة الاهلي ما بيكسب بيقولك عشان النظام والسيستم وما فيش حد اقوم نادي الاهلي والاهلي فوق الجميع جميع ابنائهم بس بيقولوها كده منطرف اللسان منطرف اللسان لانه مضطر يقوله ما هو بيلاقي الحقيقة ماشي كده لكن لما يجيله فرصة انه يطعن فيها دوس بقى دوس بقى وتلالي سكريبت الجماعة متوزع اه واحنا ينرنا من الحب جانب واهلا وسهلا اذا كان ده تمن يا ما ده اتعرسته لا دفعنا عن سوابتنا عن سوابت الاهلي وعن حق الاهلي اللي في اي مكان وفي اي موقع ولو من بيوتنا ندفع عنه صحيح